تصادم قطارين بالقرب من المينيا وقع تصادم صباح الأحد بين جرار وقطار النوم القادم من أسوان باتجاه القاهرة بالقرب من مزلقان ماقوس بين أبو قرقاس والمينيا وتسبب الحادث في سقوط عربة ركاب وعربة توليد القوى من قطار النوم في ترعة الإبراهيمية وأصدرت وزارة الصحة بيانا تحدد فيه أعداد المصابين بينما أصدرت وزارة النقل بيانا توضح الحادث كما أصدرت وزيرة التضامن بيانا عن تقديم الدعم للمصابين وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة توجه لجنة الإغافة لموقع الحادث لتقديم الدعم للجرحة والمصابين وأعلنت وزارة الصحة أن الحصر المبدئي في حادث القطارين يشير إلى أن عدد المصابين بلغ عشرين مصابا تم نقل تسع عشر منهم إلى مستشفى المينيا العام ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المينيا الجامعي ولم تفصح عن عدد القتل في حين امتشل أحد الصيدين بالتعاون مع رجال الإنقاذ النهري جثمان أول حالة وفاة في الحادث من ترعة الإبراهيمية وذلك على مسافة ثلاثين مترا من مكان التصادم وتم الدفع بعدد ثلاثا وعشرون سيارة إسعاف إلى موقع حادث القطار